مرحبا بكم جديد هادي عربية الوزير السابق أستاذ الاقتصاد بجماعة هارفرد الأمريكية والعلومة السياسية ببريز خلينا نطلق من هذا الوضع الصعيب الذي تعيشه بلادنا اليوم ميزانية 2022 دون تمويلات باعتبار عدم استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أيضا نحكيه على تحديات جديدة على المالية العمومية تفرضها الأزمة الأوكرانية الروسية يفرضها ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وغيرها كيف تشوف طاعة الدولة التنسية مع كل الضغوط هذية وهل أنه الدولة أحسنت الحاكمة وإدارة الأزمة الاقتصادية حاليا؟ أول حد شكرا على الاستذافة الجواب على هاسوال بكامل الصراحة صعب وصعب جدا لأنه مش قاعد الواحد يشوف المشاكل في جميع القطاعات تماش قطاعات مسوا اللي ما فيش مشاكل لكن ما قاعدش نشوف اللي تم استراتيجية وتمشي على الأقل من كل صدق اللي تم التمشي لبداية حل بعض المشاكل بعض المشاكل لماذا؟ الله أعلم لكن هاو نشوف الحكومة حسب ما نفهم أنا وحسب ماي وقال تقدم بسكوت ماذا بينا تعلمنا قاعدين شو اللي واقعة وكيفاش على الأقل واحد نجم يتفعل معها لكن لحل الآن قاعدين نشوفه في المشاكل تتفاقم صعب كامل الصراحة أنا كنت نتصور منذ ثلاثة سنين اللي حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في تونس ممكن ونقوله نحن بنوع من السهولة لكن توا صعبت الحقيقة صعبت لأن في جميع القطاعات في جميع المسارب ثم الطلبات كثرت وثم جئوا استراتيجية صعبة تشعبت يعني ولدت مشاكل جديدة وإحنا في العلوم الاقتصادية نقول وإذا كان ثم نسموهم الصدمات لشوك وإذا كانوا مجهين من برة أروا تجد تصعب على حنال المشاكل الداخلية نهربوا ما يجب أن نلقوا حل زيلي صحيح يجب أن نلقوا حل إذا كان مش نلقوا حل يعني اللي بيش يقول لك أروا عندي حلوا ونحن نعملوا هكا صحيح صحيح وإذا كان نلقوا حل مع الصندوق الدولي راوا سي لقينا الحل لا مش صحيح علاش لأنك نعديه عقبة صغيرة تعديه عقبة صغيرة لكن علاش خطر ثم حاجات اللي حق نبدينا بهم عنا مدة ولو تكون هكا حاجات ساهلة مثلا مثلا أنا نقول بعد 25 جويلة كانت تنجم تأخذ بعض القرارات وخاصة اللي هي اليوم ساهلة خطر إنسان هو وحد يقرر نعم مرس اللي ما نقعدوش نسنه فيها مثلا كنت نجم نقول رجوع متاع الانتاج متاع اسفاقس قفسها والنقل متاع اسفاقس قفسها انتهى أمره نحلوا المشكلة ذايا ونراجعوا في ما يخص مثلا الكهرباء السولير وعن عقود كانت موجودة اليوم بعد سبعة ولا ثمانية شهر باش نصحوا على عقود وربما مش نبدأوا من الستة سبعة شهر كانت هذه تسهل وتعطي شوية جرعة وشوية تفائل وشوية بعض مثلا في حل بعض المشاكل الاجتماعية كنت نجم نعمل برنامج على السريع للوضع في التعليم مثلا ونبدو نصلح في التعليم خطر أساسها البلدية دي ما نهربوش لبعية درعو الأساس متاعه هو القدرات البشرية متاعها هذا الأصل متاع التنمية في تونس وخاصة المصعد الاجتماعي كنا نصلح فيه برش الدعم اللي هضيع عنا فيه مودة سنين ظهر لي الحلول معروفة لكن برامات تطبيق ظهر صعيب أكثر من لازم التحذير لها الإصلاحة ظهر لي في 2014 في اللي خدمنا ظهر الأمور اللي زي شيء زي ما نعمل